السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نتحدث الآن عن موضوع مهم في التواصل وخاص بتشخيص التواصل. ونجاح اي برنامج الاجي قائم على التشخيص السليم. تشخيص سليم يؤدي الى رضع برنامج الاجي سليم تكون في نتائج جيدة. وموضوع التشخيص موضوع مهم جدا في مجال. المجال الطبي والمجال للتربية الخاصة داخل الوطن العربي. واهتمامنا به المفروض يكون اهتمام اكبر. تشخيص الحالات ده مهم جدا. طيب. عندنا تشخيص طرابات التواصل باعتمد عليه. اول شيء جمع معلومات اساسية عن الحالة. ممكن يكون تاريخ الحالة وتاريخ الحالة ده طبعا احنا بنعرف كل الاشياء الخاصة بالحالة ازا كان داخل البيت ازا كان داخل المدرسة التاريخ المرضي للحالة لو في اي مرض او شيء وكل ده طبعا تاريخ الحالة بنعرف المعلومات كاملة عن طريق ولي الامر. طيب بعد ما نتعرف على المعلومات الاساسية عن الحالة نبدأ ندخل على موضوع اختبارات الخاصة بالترباط التواصل ومن اختبارات اللفز والسمع والتميز السمعي وهكزا. طيب ده نقطة مهمة جدا وخصوصا ان احنا لازم عندنا نكون عندنا الفحص ده. الفحص الخاص باختبارات اللفز والسمع والتمييز السمعي وانا لما كانت تجيلي حالات كنت اول شيء ابدأ اقول لهم لأ اه شوفونا اه الاول روح الاخصائي انفو اذن وحنجوا انا اتأكد ان ايه الامور العدوية اه سليم. طيب كمان تحديد نوع للطبعات ازا كان فيه الطبع بنحدده. اخر حاجة بناء على نتائج الفحص بنقوم بعمل برنامج علاجي. على نتائج الفحص احنا بنعمل برنامج علاجي. البرنامج العلاجي ده هو اللي بنبدأ به ان شاء الله ان احنا نشتغل مع ايه الحالة. طيب ايه بقى الاختبارات النفسية اللغوية? اول شيء فيه اختبارات اللفز. وهي اختبارات بيكون فيها تسجيل للافظ الطفل اه ازا كان الاصوات الحروف. ازا كان في بعض الاحيان ان احنا بنديله كلمات وبنلاحز الاصوات الخاصة بكل ايه حرف من الحروف اللي داخل الكلمة. في اختبارات السمع. يخضع الطفل الى فحص في السمع وده بيقوم باخصاء سمعيات. مش اي حد بي ايه بيشتغل في موضوع اختبارات السمع. طيب عندنا فحص ايه السمع. كمان عندنا اختبارات التمييز السمعي والكدوب على تحديد الكلام اللي تتشابه في. النطق وهكزا. في كمان اختبارات المفوضات اللغوية. تستخدم للتعاوة في العدد من المفوضات المكتسب عايزين الاختبارات للمفوضات اللغوية دي. بنستخدم فيها اللي هي اختبارات الحصيلة اللغوية. والحمد لله في اختبارات لي عن الحصيلة اللغوية بيحدد كم المفوضات اللي يعرفها الطفل بطريقة معينة وعن طريقة بنحدد اذا كان هذا الطفل عنده تأخر في اللغة ام لا اختبار الحصيلة اللغوية. لعمل عندنا اختبارات لغوية تقييم مدى فيهم وانتاج المكونات اللغة الاساسية. طب لو جينا بصنا للاختبارات اللي امامنا احنا كابتوها تربية خاصة. شغلنا الاكتر هيكون على ايه? شغلنا الاكتر هيكون على اختبارات اللفظ. وعندنا اختبارات الحصيلة اللغوية والموضوع ده بردو مهمة المفاردات اللغوية اللي هي الحصيلة اللغوية. خاصة بالمفاردات المكتومة دا ما هو هدف مهمة بجي زي كنا هنلاحظ. وعندنا اختبارات لغوية خاصة بايه? بيه? بالنغة? والاختبارات اللفظ اللي هي الاولى دين اختبارات اللفظ اللي هي خاصة بايه? الترباط النطق. طب كمان عندنا نقطة مهمة وهي الملاحزات السلوكية. الملاحزات دي بقى بتكون إما بباشرة يكون بالأخصائي أو تسجيل سلوكي للطفل خاص بالسلوك اللفظي خاص بإيه؟ بالسلوك اللفظي هذا موضوع مهم بباشرة السلوك اللفظي